مش عنسة كمان تصريح كانت قال قبل كده لرئيس نادي العين ايما كان موجود حسين الشحات في نادي العين فيه كلمة او جملة لغد الوقت مش قادر انساها فكرة حتى لرئيس نادي العين لما يقولك لو النادي الاهلي طلب حسين الشحات او حتى لما جي من المقص النادي العين وما رحش النادي الاهلي وقتها قالك يعني هو حسين الشحات هو راح من العين اليمين للعين نصار العين اليمين هو النادي الاهلي والعين نصار هو العين الاماراتي فهنا او هنا البيت واحد بالنسباله فده اندل بيدل على ان تقدير نادي العلي مسؤولي النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي حاجة كبيرة جدا ونحن على المستوى الشخصي بنقدر المسؤولين في دولة الامارات العربية المتحدة ونادي العين بشكل شخصي ونتمنى لهم التوفيق رب في الفترة القادمة تدريبات فريق النادي الاهلي طبعا الفريق كان بيوصل تدريباته في الفترة الحالية النهاردة الفريق العام تدريبات بدنية وفقرة ترفيهية للعب القرى بليد تحت اشراف تومس سابنكل ده جزء من تدريب مخطط الأحمال في الفترة الحالية يعني هو جزء من البرنامج البدني اللي بياده مخطط الأحمال في الفترة الحالية كان فيه تدريب لحراس المرمى شريف اكرامي والشناو وعلي لطفي ومصطفى شبير تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس فقرة للقراط العرضية ايضا فيه مراني الاهلي ده جزء من التدريبات التخصصية اللي بيقوم بها ريني فييلر مع اللاعبين في التوقيت الحالي أيضا كان فيه جزء لتجريب المصابين في الفترة الحالية وإزاي يقدروا يخلصوا البرنامج العليج والتأهيلي في الفترة الحالية مروان محصن أيضا بيستكبل برنامجه التأهيلي استعدادا للعودة للمشاركة في المران الجماعي وفي جلسات تجيم في التوقيت الحالي لمروان محصن وبيخضع مروان لبرنامج تأهيلي بعد الجراحة التي أجراها في عظام الوجه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سموحة عشور بيؤدي جلسة في اللجم حسام عشور في الفترة الحالية يمكن تعرض لإصابة خفيفة كادمة قوية في الرجبة خلال التدريبات الماضية لكن الجهاز الطبي يفضل أن يكون فيه تدريبات استشفائية وخفيفة لحسام عشور في صالة الجنب تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل طبعا خلال الفترة القادمة هنشوف بقى البرنامج اللي يعده ريني فييلر بالنسبة للمرحلة القادمة خلاص بعد توقف المسابقة بالنسبة للنادي الأهلي حتى 25 نوفمبر أو تحديدا بعد نهاية بطولة الأهم الإفريقية تحت 23 سنة عندك مساحة حوالي 35 يوم 40 يوم ما بين بقى فكرة أن يكون فيه راحة صلبية إقامة مباريات تودية هنشوف كمان القيمة فترة قادمة المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي هيدوم مين من خلال لعبي النادي الأهلي في الفترة القادمة لأن كمان المنتخب الأولمبي عنده تصفيات البطولة الإفريقية تحت 23 سنة لموهلة لدورة توكيو الأولمبية لتصدفها مصر إن شاء الله خلال فترة شهر نوفمبر خلال الفترة القادمة طيب لمزيد من الأخبار ومعرفت الجديد بالنسبة لتدريبات النادي الأهلي وهلك جهاز الفني وضع برنامج للمرحلة القادمة أنا أعرف كل التفاصيل من خلال زميدنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي مساء الخير يا كريم مساء الخير أليك زميني محمد أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي تدريب النهاردة أخباره إيه وهل فيه جديد بالنسبة للمرحلة القادمة يعني طمنا يا كريم بالنسبة للصورة داخل ملعب التيتش والرؤية والتصرحات اللي ممكن تكون حصلت عليها من خلال المسؤولين عن فريق الجهاز الفني أو جهاز الفني بالنسبة للنادي الأهل يمكننا أكيد طبعا كل كان في انتظار للقرار الأخير للاتحاد المصري لكرة القضاء أما كان مكتبا في البداية أحمد للتدريب النهاردة مستريني غيرك العادة بيحاول أنه في كل التدريبات تكون في محاضرات للعبين لتحفزهم وتحمسهم والحفاظ على التركيز والحالة المعنوية والتركيز الكبير اللي احنا بنشوفه من خلال التدريبات لطريقة للنادي الأهل وتأكيدا على الفصل التام كل الأمور المحيطة لابد أنها لا تشغلنا فقط اللي انشغال يكون في المباراة في التدريبات في الوصول للتوب فورم والنادي الأهل بالفعل كان ماشي بشكل طيب جدا وكننا نتمنى للمصابقة تكتمل للنادي الأهل يواجه كل المباراة لكن خلاص طبعا أكيد الفترة اللي جاية يكون فيها تغيير كامل وشامل للجهاز الفني أكيد نستريني بولر يعني ان كانش حص طبعا برد البرنامج وفيه أكيد برنامج محطوض لكن لم يتم الإعلان عنه غدا نانسي تدريب الساعة 4 عفران الحمد أكيد يتم الإعلان على خريطة جديدة للتدريبات المباريات الوصولية كنا سعين أخبار أن يكون في مباراة وصولية جدا لكن من واضحا من بعد جد ممكن تكون في أولى مباراة النادي الأهل الوصولية للحفاظ على فورمت المباريات اللعيبة طبعا في العربة كتير وعدد كبير جدا وراجب أتمن عليهم مثل المباريات الإعلامين لكن مع المباريات الرسمية العمر بيكون مختلف فتعويضا للمباريات الرسمية يكون في بعض المباريات الودية مش عارسين طبعا حتى الآن ممكن يكون في معسكر هالمعسكر بسيط أو في أيام قديرة لفريق النادي الأهل للتحفيز والتركيز لكن كل ده أكيد محمد أيباء أنه غدا فيه تدريب الرابع عطرا ممكن زي ما أنت أقول في كل اللعيبة طبعا المصابين بتأدي تدريباتها أو البرنامج يقول صد الموضوعهم بشكل طيب ومميز جدا مروا محسن إن شاء الله القناعة يصل فيه أيام بسيطة جدا ويبدأ أنه ياخد عليه ويبدأ أنه يتدرب ويخش فيه التدريبات وهو ما بيشتركش ما بيلتحمش تدريبات كلها بدنية فقط لغير لكن بجانب كل هذه الأمور الحمد لله محمد الأمور ماشية بشكل طيب ومميز مع فريق النادي الأهل طيب عايز أتطمن منك كريم على سعد سمير وعلى كريم ندفد ومحمد محمود يمكن في منهم لسه بيواصل برنامجه التأهيلي وفي منهم لسه ممكن يرجع للتدريبات خلال الفترة اللي جاية طمن على حالة السلسة تحديدا يعني اللي يشارك في التدريبات الجمعية ووصل لأي مدى من حالته الفنية أو اللي انت شايفه في الملعب واللي لسه غاية زي كريم ندفد ممكن يلحق إمتى التدريبات أو يكون جاهز للفترة اللي جاية يمكن لو أستم معاكس بكريم ندفد نواردك العادة كريم بيواصل تأهيله وتدريباته وفي برنامج أكيد تطبي موضوع لي في مباشرة مستمرة مع الطبيب الأماني طبعا يمكن كريم ماشي بشكل طيب ومميز ويمكن من أسلتنا المستمرة للجهاز الطبي عن الحالة التحسن بتاع كريم ماشي إزاي يمكن تطمنات على طول من طبيب النادي الأهل إن كريم ماشي بشكل طيب ده أكيد ينطبق على محمود متولي كمان يمكن محمود متولي نفسه خصة محمد في مراحل متقدمة كان في حوان أخيرة يمكن بتحاول إنه يبيش كل التقام أشياء أخيرة بشكل المزء وصل لأدئي للتقام ولأن أكيد طبعا يعني البرنامج الموضوع المحمود متولي برنامج طويل شوية بالنسبة للمزء لأنه كان عنده مزء من الدرجة الثانية وده يمكن بصعب شوية لكن التدريجات والجلسات اللي موضوع له ماشي بشكل طيب جدا اللي تأمس لدرجة طيبة جدا إن شاء الله مؤشرات طيبة بإذن الله نوعنا فترة طبعا فترة تتوقف طويلة بإذن الله اللعيبة دي يكون مع طريق النادي الأهل مع الاجتمال المصابخة ومع المباراة الأسريقية إن شاء الله في بطولة الأم الأسريقية كل اللعيبة متحملة انت ذكرتها بتأدي تدريبات قوية جدا على رسول متعدة سمير اللي بيحاول أنه يرجع لفرمته من جديد جدية وحماس والتحذيرات اللي احنا بنأكد عليها للميستر فيرد بأكد على طول مع اللعيبة بأشفاء التحامات لأن الحالة الجدية والكوكب الكبيرة من اللاعبين اللي بتحاول أنها تحجز دور وتبقى ظهرة في شكل كبير وتترد رؤيتها على المدير الفني رينيين فيلر اللي بيقوم بدور كبير يا محمد من صلالك عايزين نأكد على الجهاز الفني بالكاميرا رسول مريني فيلر ويوم بدور كبير جدا مع صريف النادي الآلي احنا من المتواجدين من قبل المران بأكثر من ثلاث ساعات الرجل بيكون متواجد بينزل الملعب كل حاجة بيحاول أنه يعملات ناسهم على الجهاز بالكامل بيكتمع بيهم قبل التدريب بيضع البرنامج في تركيزه فيه يمكن يعني كنا بيتمنى زي ما قالك محمد أن يكون في استئناف للمبريات لأن الحالة كانت طيبة جدا لفريط النادي الآلي لكن أكيد من قدر الله ما شاء فعل ممكن أربين يوم يقدر النادي الآلي ينسجم أكثر من كده كمان مع مستريني بويلر يكون على رؤية واضحة وابقينة لكل اللعبين في التدريبات في المباريات وإن شاء الله يكون القدم أفضل بإذن الله لنادي الآلي كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا بصراحة أنت ما ديتنش فرصة أسأل أيها سئلة كل المعلومات معك ونتمنى توفية رب ليك وللفرأة في الفترة الجاية ونشوف بقى مباريات واستعدادات المرحلة الجاية لأن النادي الآلي عنده مرحلة مختلفة تماما